قلنا لحضراتكم مرة تانية عندي مجموعة حاجات كده عايز اكلم حضراتكم فيها وحكلمكم في حالة طبعا مصر كلها بتتابع الحالة بتاعة التلميذة الصغيرة اللي وقفوها اربع ساعات واشال لشانتطها لشان ولدها ما دفعش مصاريف المدرسة عايز اقول لكم ان وزير التعليم تدخل وقال انه هيتحط ضوابط جديدة تحكم العلاقة بين ولي الامر والمدرسة في حالة عدم دفع المصاريف احنا كنا كلنا عادين بنتكلم في الكلام ده وبنتكلم في هذه الاشياء طبعا فيه كلام بقى تقال ان الحقيقة ان البنت دي والدها ما دفعش المصاريف بقاله سنتين ويعني فيه حاجات كتير قوي كان ممكن تتعامل ونطلع الاطفال برا الموضوع ليه نطلع الاطفال برا الموضوع ده الفيديو اهو بتاع البنت وهي واقفها طبعا الحالة النفسية هي اموا موقفينها على الباب مش عايزين ندخلوها او ماش مزنبينها او موقفينها على باب مدرسة من بره وما تدخلش ويعيش غالة شنططة اه اه بعد اذنوكو انا مش عايز اه كويس ان احنا شلنا الفيديو انا مش عايز ان انا احط الفيديو ده كتير لان ما ينفعش ان هذه الطفلة تخش في هذا الصراع اساسا من بابه وما ينفعش ان يكون دي الطريقة بالتأكيد كان ممكن خمسمائة انظار ويبعت ووكيل وزارة يتدخل حد يتكلم كل هذه الاشياء نتكلم فيها عشان كده انا واجبت جدا بتدخل الوزير وقال احنا لازم نحط ضوابط لهذه العلاقة ليه؟ لان احنا كلنا في الفترات الماضية جالنا جوابات واتكلمت مع حضراتكم وعملنا كذا حلقة عن التعليم الخاص وابداية العام الدراسي والاوتويسات واللي حصل والكورونا وماذا يحدث وكل هذه الاشياء وعلى فكرة انا عندي جوابات بتجيلي لو ما كنتش تدفع انا وناس اخرين جدا لو حداك ملتزمتش بدفع الاست رقم كذا ان احنا عيالك مش حيلعب ومش عارف كذا ومش حيخش في الانشطة ومش حيكذا وفي ناس بقى يقولهم طب مدارس اخر يقولهم مش حنسلمهم الكتب بتاعتهم وانت لو اشتريت الكتب من بره يكون ارخص انما لازم تشتريها من عندنا بعشر اضعاف التمن والهدوم تجيبها مش عارف من عندي مين بقد قد ايه والفلوس والاخره منظومة كده اتمنى ان احنا في يوم من الايام نستطيع ان احنا نرتبها علشان مصلحة الطرف ايه انا ما عنديش مشكلة ان انت تعمل فلوس انا عندي مشكلة ان انت يعني تطحني وانت بتعمل الفلوس دي او انك انت بتستغل ان انا جاي كأب او جاي كأسرة او كده وبعلم عيالي في مدرسة خاصة على قد حالي سواء بقى المدرسة اللي بتاخد عشرة جنيه او المدرسة اللي بتاخد عشرة تلاف ولا مية الف ولا مليون حتى اشتركوا في القناة